للدين نور يهدي الحائرين السائلين إلى الطريق المستقيم يكشف الحقائق الغائبة ويجيب على المسائل الشائكة لفتح الآفاق الضيقة وإنارة العقول المظلمة والمتشككة وطمأنة القلوب الخائفة نتحاور مع الأبناء والآباء مع الشباب والشيوخ نستمع إلى كل التساؤلات التي تشغل بالهم والتي تؤرقهم بدون قطوط حمراء ولا وصاية من أحد حتى نصل معا إلى نقطة التلاقي موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا كثير من الناس يتساءل عن قضية شغلة الذهن الإنساني وهي قضية التحايل على القانون أهل القانون كانوا أسبق في التعامل مع هذه القضية وفرقوا بين ثغرات القانون واستغلالها وأن هذا أمر مشروع القانون له صياغة هذه الصياغة عند تطبيقها يمكن أن يكون هناك ثغرات يستغلها المحامي ويستغلها القاضي أيضا من أجل من أجل الوصول إلى العدالة فالغاية من القانون هو العدالة ولكن إبطال القانون إيقاف القانون تعطيل القانون هو المنه عنه باتفاق بين كل البشر ولذلك نرى بعض جامعات العالم على ما أتذكر في لوزان في سويسرا يدرسون مادة ثغرات القانون مادة يدرسها الطلبة ويتمرنون على كيف يصلون إلى تلك الثغرات وكيف يستغلونها من أجل الوصول إلى العدالة التامة باحتياطات العدالة بجمال العدالة وبطلب فطرة الإنسان لهذه العدالة لكي تكون العدالة ناجزة وفورية لكن ليس هناك في طول الأرض وأرضها شيء اسمه مادة إبطال القانون أو تعطيل القانون أو التحايل على تنفيذ القانون ليس هناك مادة تدرس بهذا ولكن استعمال الحيل التي تحقق في النهاية العدالة قد يكون هذا بعض الناس يسميه روح القانون لأنه يرى أن التطبيق الحرفي للنص سوف يؤدي إلى مفاسد وليس إلى مصالح حول هذا المعنى التحايل على القانون والفرق بينه وبين ثغرات القانون وكيف يفكر الفقيه والقانون في هذا الأمر وأتذكر ما فعله سعد زغلول باشا وكان محاميا قديرا ودارسا عميقا وكان دارسا أيضا في الأظهر على المذهب الشافعي وله في ذلك كتاب غير مشهور وإن كان منشورا حدثت قضية أن أحد أهل الصعيد حكم عليه بالإعدام وأنه لما جاء لتنفيذ الإعدام وكان قوي البنية قوي الهيكل العظمي استطاع أن يعلق ذقنه في الحبل بتاع المشناء فلم يمت هو شنق فعلق نفسه بقوة على الحبل فالناس تعجبت هذا شيء لم يحدث إلا مرة واحدة فأخذوه من أجل أن يعيدوا المحاكمة وتدافع عنه سعد زغلول النص كان يقول يعاقب بالشنقي من يفعل كذا وكذا فجاء سعد للقاضي وقال له تمت العقوبة والرجل شنق ولم يكن في القانون وحينئذ أضيفت بعد ذلك في القانون بالموت شنقا فلأنه مفيش كلمة الموت فاستغل هذه الثغرة وجعلها بالشنقي أنه قد تمت الشنق والحمد لله والرجل أدى ما عليه من عقوبة كن ربنا نجاه دي قضية تانية ليست في دخل البشر وحكم القاضي لسعد باشا بهذا وخرج الرجل وسبحان الله يعني الآجال مؤجلة ولا يعلم متى يأتي الآجال إلا الله سبحانه وتعالى حول هذا المعنى الفرق بين حيلة القانونية المطلة للقانون وبين ثغرة القانون يعني نجري النقاش في الياه متفضلي مولانا لما بقرأ سورة الطلاق بلاقي أن هي بتقرم الست وبتدلها حقوقها أن هي ما تخرجش من البيت كل هي يدفع من ساعته بس في الواقع لما شفت كم قضية لقيت أن الستات ما بياخدوش الحقوق دي بالعكس هي ملهاش أن هي تقعد في البيت إلا لو معها أطفال بس بعد كده كبيرة مش كبيرة تخرج برا البيت كل يدفع من ساعته بروح ألاقي في المحكمة أن هما بيقولوا أن ما همش فلوس وبيتحايلوا على القانون أن هما بيطولوا الحاجة وبيتدعوا الفقر مثلا فإيه رأي حضرتك رأيي أن الحلال حلال والحرام حرام وكل واحد يتلاعب في هذا المجال مجال حقوق المرأة فهو يتلاعب بحدود الله فظاهر الدنيا شيء والعلاقة بين الإنسان وربه شيء آخر حتى لو هذه المرأة ظلمت كل ما هنالك من لحظات وسكنات في عمر الإنسان في هذه الأرض له علاقة بيوم القيامة وإحنا مدتنا في الأرض كما ذكرنا ذلك في حلقات كثيرة بسيطة تعرج الملائكة والروح وإليه في يوم كان مقدروه خمسين ألف سنة خمسين ألف عن أربعة وعشرين ساعة يوم يبقى السعب ألفين سنة وشوية ألفين سنة على ستين دقيقة من السعب ألفين سنة يبقى أربعة وثلاثين سنة يعني حضرتك لو عشت مئة سنة يبقى ثلاث دقائق كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما وبصوا للعددات كده لقوها ثلاث دقائق اتعجبوا اتلخبطوا أو بعض يوم فاسأل العاد دين فالثلاث دقائق اللي احنا نعودهم هنا قد يحدث فيهم أذى وقد يحدث فيهم ظلم وقد يحدث فيهم أخذ حقوق واغتصاب أموال وكذا إلى آخره ولكن هذا أمر الله اتظلمتي في الدنيا هتخذ حقك يوم القيامة ويوم القيامة هيحصل في إيه إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون يوم ديامة ألف سنة هيقعد يحقق معنا في اللي احنا ارتكبنا هنا في هذه الحياة الدنيا أو قدمنا من خير فمن يعمل مثقال ذرة خيران يارى ومن يعمل مثقال ذرة شران يارى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الناس نسي ده بالرغم أن الله سبحانه وتعالى نبهنا وكثيرا في القرآن على نسبية الزمان وعلى يصبره فصبر جميل والله المستعان وتملي نسأل هو ليه كده وحصل ليه كده طب أنا الظلم أعمل أنا إيه دلوق فصبر جميل كل ما نلقاه في هذه الحياة الدنيا من كدر له الثواب عند الله سبحانه وتعالى لكن هذا ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة هنأخذ حقه لما الإنسان يطلع على ما قد أقره الله له من خير وثواب يوم القيامة هيقول يا الله طب يا رب ما كنا نزود الظلم ده علشان نزود الخير يعني لا كده عاجب ولا كده عاجب أهو الإنسان كده نعم تفضل فضلتك عندنا في الأرياف مثلا مع ضيق الحال وكثرة الأولاد أحيانا يضطر بعض الناس عشان يوسع على نفسه أو عشان يوفر مكان مناسب لابنه أنه يتعدى على بعض ما يملكه من أرض الزراعية أو يعلو على بنيانه بما يخالف أحيانا القوانين وبما يضطروا للتعابل مع الجهات المعنية فهل هذه المسألة تعد من باب الضروريات التي يتع فيها مثل هذه الممارسات ولا رأيي فضلتك رأيي أن هذا يضر بنفسه ويضر بغيره بل ويضر بمن سيأتي من بعدنا الرقعة الزراعية رقعة يحتاج إليها وليس هو فقط الذي يحتاج إليها ده البلد كلها هي بتحتاج إليها لأنها أرض منتجة هو حولها إلى أرض بور من أجل هذه السكنة الضروريات هي أنه إذا لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلك هذه هي الضروريات التي تبيح المحظور الضرورات تبيح المحظورات لا فمن انطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه متى يحل هذا الكلام؟ قيل في لحم الخنزير الذي هو حرام متى يحل؟ يحل عندما أشارف على الموت يبقى ما هواش يحل فيه إن أنا مش لقي لحمة مش لقي بروتين لا مش لقي لحمة ومش لقي بروتين ده كل سمك ما انتش لقي اللي اتنين كل فول علشان فيه بروتين نباتي لكن هتاكل خنزير يبقى إذن أكل الخنزير ده لا يجوز إلا للضرورة ولذلك يجب علينا أن نفهم هذه القاعدة العدوان في هذه الحالة على الأرض الزراعية الحقيقة أضر بالعباد وأضر بالخلق وهذا أيضا له اتصال بما نذكره إنه يا جماعة الخير النبي أمرنا بالتكاثر وقد تكاثرنا فبلاش زيادة النسل لكن تجد الواحد مخلف له من 6 ل 11 ده كلام ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ لأنه هذا الأمر يضر بنفسه وبالآخرين من غير ضرورة ترجمة نانسي قنقر 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 وشراعية وكل حاجة وجي أولاده يورسه وهم عارفين إنه هو بنا مثلا الحاجة دي بالمخالفات دي فهم يورسه ولا بقى ده أصلا كده مال حرام فيتورعوا عنه يعني ما فيش حاجة في الميراث اسمها مال حرام الميراث يطهر المال أصلا فالحارث المحاسبي ترك ميراث أبيه اتطوره عنه فتكلم الفقاء عند هذه النقطة فهم يبدأوا حياة جديدة ويلتزمون نعم مولانا إيه رأي حضرتك في الناس اللي بتتحايل على القانون أو بالأحرى خرق القانون يعني في سبيل علاق مصلحتهم الشخصية على مصلحة الدولة على سبيل المثال مثلا السوق السوداء وتجارة العملة اللي وصلت لبقيت مضربة مش تجارة يعني السوق السوداء بقتي في العملة وفي كل السلعة تقريبا ده بيدر بمصلحة الدولة واقتصاد الدولة والناس بتقول أنا ليه مصلحة الشخصية أنا أقولها بالفرق فده جائز شارعا ولا مش جائز ولا إيه لا من لم يهتم من مصلحة المسلمين فليس منه فالشعور الجمعي ده أنه هو يهتم بالدولة ويهتم بالشعب ويهتم بإخوان ويهتم بالحلة الاقتصادية ولذلك نوع السلام جهه وقال المحتكر ملعون الجالب مرزوق والمحتكر ملعون وإن كان قد تركها سوقا مفتوحة لكن لغاية إيقاع الأدى بالآخرين فأصبح من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه نعم طيب مولانا سعد بروح أخلص مصلحة أو أمر فأي جهة يعني وأفوجه أن الموظف أو المسؤول اللي هيخلص لي الخدمة بتاعتي بيطلب مني رشوة أو بيقولها لي بقى بالطرق المتوارية اللي هو راضيني شربيني شاي الحاجات دي وبعدين هتعنت جداً والأمر ده هيقف وهخسر كتير لو أنا ما رسمحتش كلامه لأنه حتى لو منصبه صغير يقدر يقزيني فأنا ببقى فحيرة بقى أعمل إيه وبعلايا وزر لو أنا دفعت الرشوة ولا أخر المصلحة ولا تبوس خالص في سبيل أن أنا ما خدش الوزر ده لا هو الرشوة حرام لكن اللي أنت بتذكريه ده تعرض له فقهاء المسلمين وقالوا حتى لو حصل نوع اضطرار لهذا الدفع فهو عليه سحت وحرام وانت اللي عليك زي مكروه بالرغم أن ما حرم إعطاؤه حرم حرم أخذه يعني كان ينبغي أنه هو يبقى عليه حرام وعليك انت كمان حرام نعم لما يكون حقك زي رخصة زي ترخيص زي كذا إلى آخره فده ما بيبقاش أكل مالي الغير بيه فما بيعدهوش اسمه رشوة برضو بس هو حرام اسمه سحت فمن هنا تنحل هذه القضية نعم تفضل مولانا بدأنا نشوف في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا ناس بتيجي في مسألة زاويل الاحتياجات الخاصة أو الأشخاص بمعنى أدق اللي هم عندهم إعاقات بأنه هم بيبقى ليهم الدولة بتوفر لهم احتياجات خاصة بيهم زي السيارات وما شبه زلك فييجي واحد أنا كشخص عادي إن هو يتوسط مقابل إن هو أن أنا أديله فلوس مقابل إن أنا هيديني عربية من زاويل الاحتياجات الخاصة والترخيص فإي رأي فضلتك في النقطة ديت وهل ده ينفع؟ ههو ده من صغرات القانون الدولة عملت للمعوق أو لأصحاب الاحتياجات الخاصة سيارة بشروط متهودة صاحبنا راح اشتراها اشتراها بمية وباعها بمية وخمسين لأنها في السوق بمتين من الذي استفاد؟ هو من الذي تنازل عن حقه في الاستعمال؟ هو من الذي تصرف في ملكه؟ هو يبقى إذن القانون ما يعرفش يعمل له حاجة طيب هي دي من الصورة يعني فيها عكس مراد المشرع آه فيها عكس مراد المشرع وهو كان يريد أن يخفف عن أصحاب الاحتياجات الخاصة وما ليه بنعمل كده؟ حفاظا على المعاني العلية اللي هي ايه؟ احترام الملكية لأنه هو هو اللي بيمتالك ولذلك لا يستطيع القانون أن يقول مثلا وليس هناك ولا يجوز له أن يبيعها مثلا ما فيش الحتة دي طب القانون ما قالش كده دي وكان سدها وعملها لأنه كده هيقضح في المعاني العلية أنا اشتريت العربية وأنا ويبقى من حقي وبعدين رأيت أن أتنازل عنها فضلت المية وخمسين على ذات نفس الخدمة اللي هتقدمها للعربية يبقى في حرية يبقى في هنا نوع من أنواع الملكية في هنا نوع من أنواع الحرية المعاني العلية دي ما أقدرش أن أنا أكر عليها بالبطلان علشان واحد أو اثنين اتصرف بهذه الطريقة إلى لقاء آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة